في أقل من أسبوع واحد خرج أربعة مسؤولين مغاربة في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للحديث إلى المغاربة عن ما بعد 20 ميل جاري التاريخ المحدد لنهاية الفترة الثانية من الحضر صحي خرجات المسؤولين الحكوميين وهم إلى جانب العثماني كل من وزير الصحة خالد أيت الطالب في لقاء تلفزي ووزير المالية محمد بن شعبون في حوار صحفي والناتق الرسمي باسم الحكومة سعد أمزازي في تدوينة على صفحتها الرسمية كانت الخارجات كلها تصب في اتجاه إعداد المغاربة لتقبل الأسوأ وتهيئهم لإمكانية تمديد الحجر الصحي من جديد فخرجة العثماني الذي قال بأن الدخول إلى كورونا الأسوأ منه هو الخروج منها ورغم أنه لم يفصح عن كل شيء إلا أن ارتباكه لمح بشكل جلي إلى أن الصيناريوهات التي كانت لديه أعيد النظر فيها وأنه يتم إعداد الصيناريوهات آخر لحظة دون استراتيجية بناء على المستجدات التي عرفتها الحالة الوبائية في المغرب وهي المستجدات التي لخصها وزير الصحة بشكل واضح في خرجتها بكونها تتمثل في ظهور بؤر وبائية ليست فقط حائلية بل صناعية أيضا وهي تطرح تساؤلات مضيفا أن رفع الحجر الصحي لن يكون بين عشية وضحاها مدمت الأرقام تشير إلى ظهور بؤر وبائية أما الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي فتدوينته كانت أقرب إلى إعلان غير مباشر عن تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد 20 ماي 2020 لكون تدوينة حملت أكثر من إشارة على ذلك فأمزازي الذي يعتبر ناطقا مرصبيا باسم الحكومة وكل ما يصدر عنه يلزمها بدأ تدوينته بالتأسف عن الوضع مما يحيل إلى أن هناك تصور كان لما بعد 20 ماي وتم التراجع عنه ولما حاب بجلائم إلى استمرار الحجر الصحي عندما قال لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء كنا نظن في الأسبوع المنصرم أن الحال الوبائي ببلادنا في تحسن وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر وأننا نستحكم في وضعية الوباء بشكل جيد ولكن يجب على كل المغربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنتهي بعد من أهم ما جاء في تدوينة أمزازي كذلك الرسم البياني الذي أفقه بها والذي يظهر بجلائم عودة منحن الإصابات إلى الارتفاع بشكل سريع بعدما كان قد بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ فهل سيعمل المغرب على تمديد الحجر الصحي من جديد أم سيعمل على تخفيف بعض القيود والإبقاء على الأخرى وإن استمر الحجر هل سيصمد المتواجدون في مقدمة جبهة المعركة الوطنية ضد كوفيد-19 بعد حوالي ثلاثة أشهر من حالة الاستنفار أم سينهار كل شيء؟ نشكركم على حسن المتابعة المشاهد قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في لعشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تقوموا بالجامع اشتركوا في القناة